موسيقى اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناة برايفت مسلسون اللي بعنوان الدرس السهل سنراجع مع بعضنا اللي كنا خدنا فكرة عنها السنة اللي فاتت اولا يا اولاد لازم نعرف ان ده يعتبر كوانتاتي بمعنى الطول ده يعتبر كمية الكمية دي اولاد عبارة عن ايه؟ الكمية دي عبارة عن موسيقى اي مسافة ما بين نقطتين ده يعتبرها كوانتاتي اسمها اللينس اللينس ده اولاد عشان ايسه محتاج يونتس محتاج وحدات ايه اليونتس اللي حنقيس بيها اللينس؟ هي الوحدات اللي حنقيس بيها الكمية اللي اسمها اللينس اول حاجة خدناها قبل كده اللي هي الكيلومتر الكيلومتر ده يعتبر عندي من اليونتس الكبيرة يعني ايه؟ يعني لو عندي ديستنس كبيرة مسافة كبيرة ما بين نقطتين وعايزة اسها بنستعمل اليونتس اللي اسمها كيلومتر زي ايه؟ هنجي نشوف الاسئلة يقول لي المسافة ما بين الكاهراء واسكندرية لما نجي نقسها بانه يونتس هالك كيلومتر ولا الميتر ولا السنتيمتر؟ طبعا هنختار الكيلومتر لان دي ديستنس ما بين مدنتين وحاجة تانية ياولاد دايما الكيلومتر بنستعمله في الديستنس اللي انا مش عارف اجيب اخرها بعيني يعني احنا في القاهرة شايفين اسكندرية؟ لا مش شايفينها يبقى عشان نحدد الديستنس ما بيننا وما بين اسكندرية لازم استعمل الكيلومتر يعني عندي طريق رود او ستريت او شارع هل انا شايف اخر الشارع؟ لا مش هشوفه انا هقف كده في اوله هشوف حتة كده يعني هشوف اخره كده لكن هو مكمل يبقى هو طويل جدا يبقى حنقسه بالايه؟ بالكيلومتر يبقى احنا حنتفي يا اولاد ان الكيلومتر ده يونت لايه؟ بقيس بيها اللينس وده تعتبر من اليونتس الكبيرة وكنا قلنا حاجة مهمة قوي ان الوان كيلومتر الكيلومتر الواحد جواه وان ساوزند ميترز موجود فيه ألف ميترز ده كانت حتة مهمة قوي عشان كل المسائل بتجلنا عبارة عن تحولات نحول ما بين الكيلومتر للميترز والعكس اليونت التانية يا اولاد اللي بنقيس بيها اللينس ده اليونت المشهورة قوي اللي بنسميها الميتر طيب انا همي نعرف الميتر ده قد ايه؟ يعني انت تتخيله كده قد ايه؟ لما تيجي تحب تتخيل الميتر بص كده على الباب اللي عندك في القوضة الباب ده الويتز بتاعه الحتة دي كده تقريبا متر يبقى الكيلومتر حاجة كبيرة قوي اللي بعديه على طول الميتر ممكن نقيس بي ايه الميتر ده؟ ممكن نقيس بيه؟ مثلا لو انا عندي عمارة عايزة اسطلها اللينس بتاعها نستعمل الميتر البرامدز انا بشوفه البرامدز شايف اوله شايف اخره شايف من تحته شايف من فوق طالما شايف اوله واخره يبقى نستعمل الميتر لانه تبير ايه تاني؟ الكار العربية لو عايزة اس اللينس بتاعها بالميتر اللي سكول باس لو انا عندي نوتوباس المدرسة بتاعنا بنقيسه بايه؟ اللينس بتاعه قد ايه؟ برضو اقيسه بالميتر يبقى الميتر واحدة بقيس بها الاطوال اللي هي مش كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي مهم جدا يا اولاد نعرف ان الون ميتر بي اكوال معانا او بي ساوي هندرد سنتيمتر مهم قوي السيمبل او الرمز اللي هنعبر بي عن الميتر اللي هو الايه؟ الام طب السنتيمتر اللي هي سي ام والكيلومتر طبعا كي ام طيب من الونت اللي بعد الميتر عندي السنتيمتر طب السنتيمتر بقيس بي ايه؟ حاجات اصغر بكتير من الميتر طب هو قد ايه السنتيمتر ده؟ لما احب اتخيله كده واعرف هو قد ايه؟ بصوا كده على صباعة كده تقريبا سنتيمتر لو انا عندي القلم بص على القلم بتاعك البن بص على الجنب بتاعه تقريبا سنتيمتر ايه كمان ؟ المسترة بتاعتك و الرولر بتاعتك من اول الزيرو لحد الون الحتة ايه اسمها سنتيمتر طيب هل في حاجه اقل من السنتيمتر؟ اه في عندي المليمتر السنتيمتر الواحد ايكوال 2 مليمتر اشوفهم ازاي على الرولر على المسطرة بتاعتك هتلاقي من اول الزيرو لحد الوان في عندك شرط صغيرة قوي ما بين الشرطة والشرطة بنعتبرها مليمتر طب ايه اليونت اللي بعد كده عندي يونت اسمها الديسي ميتر الديسي ميتر ده بقى اكبر من السنتيميتر واقل من الميتر ده اللي في النص يعني انا عندي الكيلومتر ده كبير قوي وبعد كده الميتر اللي بعد الميتر الديسي ميتر واللي بعد الديسي ميتر السنتيميتر طب الديسي ميتر ده ادي ايه?olما تخيله او ادي ايه الديسي ميتر افرد ايدك طب من اول هنا لحد هنا الحتة ده تقريبا بنسميها الديسي ميتر طب الديسي ميتر不是同acial cxim getting 10 يعني لما تيجي تشوفه الحتة دي كده الصغيرة دي بنلاقي ان الحتة دي فيها تان من الاي من الفنجر بتاعك طيب ايه هو السيمبل بتاع دي سيميتر السيمبل بتاعه دي ام وناخد بالنا وان دي سيميتر الواحد في تان سنتيميتر دي برضو مهمة قوي طيب اليونت اللي بعد كده اليونت اللي بعد كده اللي هي الميليميتر دي اصغر يونت عندنا جيدة يونة يا صغيرة قوي. يتطعب ليничأد بها الحجاعات الصغيرة زى ما contains الحشرات الصغيرة kurz النملة. النملة благ، تصدر با Say لم ملم. لما تريد استطاع الحية بالإسكانة يخاف ب hits. دي كده ملم. لو حقناows McN2ций يكون لدي إنه بمgram无メ متر دس راق isso تبقى 4 مليمتر 5 6 7 8 9 10 مليمتر التن مليمتر زي أولاد يديني 1 سنتيمتر يعني ال 1 سنتيمتر اللي هو الصغير اللي هو على الرولر يديني 10 مليمتر زي ما شفتنا من شوية دول كده كلهم 10 يدوني 1 سنتيمتر أو 10 مليمتر ناخد بالنا بردو من حتة مهمة ان ال 1 مليمتر اللي هو اليونت الكبيرة شوية فيها 10 دي سنتيمتر تعالوا مع بعضنا دلوقتي نشوف ازاي نعرف لو انا عندي يونت كبيرة يبقى فيها قد ايه من اليونت الصغيرة والعكس لو انا عندي الكيلومتر الكيلومتر فيه كم ميتر فيه 1000 مليمتر يعني عشان اروح من الكيلومتر للميتر لازم اعمل times 1000 دايما لما هنروح من اليونت الكبيرة و اليونت الصغيرة لازم نعمل مليمتر يعني من الكيلومتر عشان اودي للميتر لازم اعمل times 1000 يعني لو عندي سري كيلومتر عايز اشوف دول فيهم كام ميتر اعمل ايه اعمل النمبر ده للسري times 1000 احطي جنبها 30 يديني قد ايه 3000 متر اوكي طيب الميتر فيه قد ايه من الديسيمتر فيه 10 يبقى على شان اروح من الميتر للديسيمتر لازم اعمل times 10 اوكي طيب من الديسيمتر الميتر للسنتيمتر برضه times 10 اوكي طيب من السنتيمتر للمليمتر برضه times 10 اوكي طيب يعني الميتر فيه 10 ديسيمتر والديسيمتر 10 سنتيمتر والسنتيمتر 10 مليمتر طيب لو حبينا نرجع بالعكس نعمل ايه يعني مثلا لو انا عندي متر وه Second from the kilometers نعمل ايه نعمل divided thousand يعني مثلا عندي 8000 متر واعة اعرف فيهم قد ايه من الكيلومتر نعمل ايه نعمل Eight thousand dividade thousand لما لو عايز اروح من الديسيمتر للميتر فنعمل�� divided من السنتيمتر للديسيمتر ومن المليمتر للسنتيمتر سنشرحها بالتفصيل الان ابداعوا مع بعضنا نشرح الـ units والتحويلات مبينها بطريقة اخرى معينة senteewski إولاد عندي الكلومتر عندي الميتر عندي المنتر السنتي 없습니다ر والمليمتر من Bradyَ耀 الكثير من نستعملهم؟ ستجد ان ر sia نستعمل الميتر كثير و POL és السنتيمتر كثير متى سيستعمل اكثر من درجة ديار والمليمتر لازم نعرف بنوصول تعالوا نشوف من الكيلو متر للميتر بنزل كم درجة عشان نوصل من الكيلوميتر للميتر هننزل كم درجة هننزل 3 درجات ادي درجة ودي درجة ودي درجة يعني من الكيلوميتر للميترز عندنا 3 ستيبس لازم انزل 3 درجات هنحط على كل درجة من دول 0 يبقى عندي هنا في 0 وهنا في 0 وهنا في 0 يبقى حنتفق مع بعضينا الكيلوميتر عشان يوصل للميتر لازم يتحط جنبيه سري زيروس يعني مثلا لو عندي فور كيلومتر الفور كيلومتر دول عشان يوصلوا للميتر لازم يتحط جنبيهم سري زيروس يبقى لما حنزل من الكبير للصغير هنحط زيرو جنب الايه جنب اليونت بعدد الدرجات عندي كم درجة سلم هنا عندي سري يبقى الفور كيلومتر لما حنوصلها هنا للميتر هتبقى كام تبقى فور ساوزند ميتر تاني الكيلومتر عشان يروح للميتر لازم ينزل تلات درجات كل درجة عليها زيرو طيب الميتر عشان يروح للديسيميتر ما بينهم كم درجة درجة واحدة بس الدرجة الوحدة دي نحط عليها ايه نحط عليها زيرو تمام يبقى الفرق ما بين الميتر والديسيميتر درجة طيب والفرق ما بين الديسيميتر والسنتيميتر درجة واحدة هنحط على الدرجة دي ايه زيرو والفرق ما بين السنتيميتر والمليميتر درجة واحدة نحط عليها ايه برضو زيرو طيب لو انا عندي هنا تو ميترز عايز اعرف هم قد ايه بالسنتيميتر الميتر عشان ينزل يروح للسنتيميتر هينزل كم درجة هينزل درجتين يبقى دي احط جنبيها تو زيروز تتحول للسنتيميتر على طول يبقى تو ميترز دول عشان اشوفهم هم قد ايه بالسنتيميترز نحط جنبيهم تو زيروز طيب لو انا عندي سري سنتيميترز وعايز اعرف هم قد ايه بالمليميتر نعمل ايه ما بين السنتيميتر والمليميتر درجة واحدة الدرجة دي عشان ننزلها لازم نحط جنب السنتيميترز زيرو يبقى سري سنتيميترز عشان تروح للمليميتر تبقى سيرتي مليميترز يبقى احنا نحفظ ايه اولاد لازم نعرف مين اليونتز الكبيرة ومين اللي تحتيها اول اليونتز كبيرة عندي الكيلومتر وبعديه الميتر وبعديه الديسيميتر وبعديه السنتيميتر وبعديه المليميتر جميل نعرف ايه بعد كده ما بين كل يونت والتانية كم درجة ما بين الكيلومتر والميتر تلات درجات ما بين الميتر والديسيميتر درجة وما بين الديسيميتر والسنتيميتر درجة وما بين السنتيميتر والمليميتر درجة واحدة تمام لو عايز انزل من الكيلومتر للسنتيميتر فيه كم درجة ما بينهم ادي 1 2 3 4 5 يبقى انا لو عندي مثلا 8 كيلومتر وعايز نزله على طول للسنتيمتر يبقى كام نحط كام 0 جنب الـ 8 نحط عندي 5 zeros يبقى انا عندي الـ 8 تبقى كام تبقى 100,000 سنتيمتر وممكن نعملها ازاي نقول ان الـ 8 لما انزل بها للميتر تتحول لـ 8,000 ميتر لما انزله للسنتيمتر هينزل دراجتين الدراجتين نحط جنبها طيب نجي نشوف لو احنا عايزين نعرف مثلا 9 ميتر فيهم قد ايه من الملي ميتر نقول كده في دماغنا الميتر في بينه بين الديسيمتر درجة وما بين الديسيمتر والسنتيمتر درجة وما بين السنتيمتر والملي درجة يبقى ما بين الميتر والمليمتر تلت درجات كل درجة نحط فيها ايه؟ نحط فيها 0 يبقى الـ 9 دي نحط جنبها سري زيروز تبقى ايه؟ 9,000 مليمتر مليمتر طب ايه كمان؟ نجي نشوف لو انا عندي مثلا 7 كيلومتر وعايز اعرف فيهم قد ايه؟ من الديسيمتر نعمل ايه؟ نقول كده انا عندي ما بين الكيلومتر والمتر تلت درجات يبقى نحط سري زيروز وما بين الميتر عشان يوصل الديسيمتر في درجة كمان يبقى لازم نحط 4 زيروز جنب مين؟ جنب السيفن يبقى السيفن كيلومتر فيهم قد ايه؟ نعمل سيفن وجنبها ايه؟ 4 زيروز كل زيرو بايه؟ بدرجة طيب نفرت بقى اولاد عايزين نجيب العكس لو انا عندي مثلا 10,000 سنتيمتر وعايزين نعرف فيهم قد ايه؟ من الميتر انا هنا انا في السنتيمتر وعايز اروح للميتر هطلع درجتين يعني 2 زيروز واحنا طلعين نشيل زيروز واحنا نزلين نحط زيروز يبقى لما نشيل 2 زيروز من النمبر ده يديني كام؟ لما نشيل 2 زيروز يديني كام؟ يديني 100 ميتر كلمة نشيل يا اولاد يعني بنعمل عملية division يعني بنقول كده 10,000 divided 100 اللي هم الدرجتين الزيرو يروح مع الزيرو والزيرو يروح مع الزيرو يديني كام؟ يديني 100 ومعنى ان انا حول من الكبير للصغير يعني انزل يبقى انا بعمل ملتبليكيشن يعني 7 كيلومتر دي عملنا لها times 10,000 قدتني كام؟ 70 ايه؟ 70,000 يبقى احنا حنتفق اولاد من الكبير للصغير هنحط زيروز بعدد الدرجات من الصغير الكبير هنشيل زيروز بعدد الدرجات هقولها ثاني من اليونه الكبيرة لل اليونه الصغيرة هنحط زيروز بعدد الدرجات من اليونه الصغيرة لليونت الكبيرة هنشيل زيروز بعدد الدرجات نجي نعتنقل الجزئية تانية تانية يقبينى بudible البرمتر يا اولاد ده distance around the figure او زى شيء يعني لما نيجي نشوف البرمتر بتاع الشكل ده نعمل ايه نقف هنا عند اوله ونشوف اللينس بتاع الصيد ده واللينس بتاع ده واللينس بتاع ده واللينس بتاع ده ونعمل لهم كلهم sum نحطهم كلهم على بعض يبقى انا جبت كل المسافة دي عرفت اللينس بتاعت كل ال distance around زى شيء حوالين الشكل طيب نعملها ازاي نقول كده عندي هنا ايه عندي هنا 5 نكتب 5 اللي بعديها كام 3 نكتب 3 5 plus 3 واللي بعديها 4 يبقى plus 4 واللي بعديها 6 يبقى plus 6 6 و 14 وعندي هنا ايه يبقى البرمتر 18 سنتيمتر ليه قولنا سنتيمتر عشان هو بيقول لي هنا ايه سنتيمتر لو كان كتب لي ميتر نكتب هنا ميتر طيب نيجي نشوف الترينجل ده لو انا عايز اعرف البرمتر بتاعه قد ايه اعمل ايه اقول كده 5 plus 6 plus 8 5 plus 6 plus 6 plus مين plus 8 يدينا كام 5 و 6 11 11 و 8 يبقى 19 يبقى 19 دي ده كل اللينس around زى شيء اوكاي اللي هو البرمتر طيب لو عايزين نجيب البرمتر للبوليجون ده نجيبه ازاي نقول نبدأ من نبدأ من حتة الصغارة دي نقول كده 2 نمشي بعدها كده 3 plus 2 دي كمان plus 4 plus 4 يبقى انا خدت كل السايدز وعملت لهم plus 2 plus 3 يديني 5 plus 2 يديني 7 وعندي هنا ايه يديني 15 يبقى كل دي عبارة عن 15 سنتيمتر طب نجي نشوف البرمتر بتاع ده نجيبه ازاي نبدأ من اين نبدأ من هنا دي كده 3 ودي كلها كام 7 يبقى 3 plus 7 هنحط ايه كمان عليها 3 ديت نمشي كده نلاقي 2 وننزل كده هو ناخد دي كمان 2 وناخد دي كده 4 وناخد دي كده 2 وناخد دي كده 2 وناخد دي كده ايه 1 يبقى نبدأ من نفس النقطة وامشي لحد ما اوصل لها تاني يبقى هنا عندي 1 يلا نعمل صمت 3 plus 17 plus 3 13 و2 15 و2 17 و2 21 ومعي 2 23 و1 يبقى 24 سنتيمتر يبقى ايه هو البرمتر يا اولاد عشان هيجيلنا في المسائل على طول البرمتر ده البرمتر ده distance around the shape او distance around the figure كل اللنسز بتاعت السايدز نعمل لها صمت يدين البرمتر بتاع الشيب على طول هنفيدي نركز بقى اولاد على شكلين مهمين اوي اللي هو ال square وال rectangle هنعرف قانون للبرمتر بتاع ال square و هنعرف قانون للبرمتر بتاع ال rectangle لازم دول يتحفظوا صمم لان كل المسائل هنحلها بالقانونين دول اول حاجة عندي البرمتر of the square يعني ايه كلمة البرمتر of the square يعني كل اللنس حوالين ال square ده انا عندي ال square اللي قدامي ده هنا سري و احنا عارفين ان السايدز بتاعت ال square كلها قد بعض يعني ده 3 cm و ده كده 3 cm و ده كمان برده 3 cm و ده كمان 3 cm لما نحسب بقى البرمتر نعمل ايه نقول 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 اهو 3 plus 3 plus 3 ديني كام؟ ديني 12 طب احنا شايفين ايه؟ شايفين السري كررت كم مرة 4 times يعني ممكن نقول 4 times 3 يديني كام؟ ديني 12 او ممكن نقول 3 times 4 equal كام? equal 12 يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عايز اجيب البرمتر بتاع السكوير اجيب السايد لنس واعمل له times ايه؟ واعمل له times 4 يبقى اول قانون عندنا حنحفظه ان البرمتر of the square equal او ممكن نقول 4 times side lens نقول كده او نقول كده 4 times side lens او side lens times A times 4 طيب حيجي مسائل يا اولادي يديني البرمتر كله يقول لي عندك برمتر مثلاً سكوير وعايز السايد لنس نعمل ايه؟ لو جي قال لي كده عندك سكوير البرمتر بتاعه 12 هات للسايد لنس نجيبها ازاي؟ 12 دي انا عارف جيال منين 4 sides قد بعض يبقى انا عايز اجيب السايد الواحد يبقى حنقسم 12 divided A divided 4 يديني كام؟ يديني 3 سنتينتر اللي هي side lens يبقى تاني ايه اللي هنحفظه في الحتة دي؟ هنحفظ ان البرمتر بتاع اي سكوير equal 4 times side lens وان side lens بتاع السايد لنس بجيب البرمتر بعمله divided A divided 4 طيب نيجي نشوف الريكتانجل الريكتانجلي اولاد مختلف عن السكوير السكوير كل السايدز قد بعضها الريكتانجلي لا عندي side كبير وعندي side صغير الاتنين اسمهم dimensions يعني ايه كلمة dimensions يعني sides لو قلت side زي dimension بالضبط لكن الريكتانجلي في دايمانشن كبير ودايمانشن صغير الكبير اسمه lens والصغير اسمه width افرقهم ازاي؟ lens دايمان اكبر من width طب يلا نجيب البرمتر بتاع ايه؟ بتاع الريكتانجلي ده equal ايه؟ ده 3 وده 2 طب ده كام وده كام؟ مش احنا عارفين ان الريكتانجلي الصايد ده add الصايد ده اه يبقى ده كمان 3 cm والصايد ده مش add الصايد ده اه يبقى هنا كمان 2 cm يبقى لما نحب نجيب البرمتر بتاع الشكل ده نقول ايه؟ نقول 2 plus 3 دايت plus 2 دايت plus 3 دايت يديني كام؟ يديني تاني طب احنا عايزين نعمل لو عايزين نكتب قانون نحل بيه على طول اكتبه ازاي؟ نبص بعننا كده نلاقي الحتة دي كده lens والحتة دي كده ايه؟ width لما نجي نشوف نلاقي عندي زيها ادي برضو lens ودي عندي ايه؟ ودي عندي width يبقى انا عندي الجزء اللي هو lens plus width اتكرر كم مرة؟ اتكرر مرتين ادي مرة وادي مرة يعني ايه كلمة اتكرر مرتين؟ يعني كلمة times two طب الحتة دي والحتة دي نقول عليها ايه؟ نقول عليها lens plus width الجزء ده كده الجزء ده كده والجزء ده كده اسمه lens plus width طب لو عايز اجيب كله بقى نعمل times two يبقى lens plus width times two او two times lens plus width هو ده القانون بتاعنا بقى يبقى لما يجي لريكتانجل ويقول لي اللينس بتاعه ب3 و width بتاعه ب2 نجيب البرمتر على طول ازاي؟ نقول كده 3 plus 2 يديني 5 5 عملها times two يديني 10 يبقى هو ده 10 سنتيمتر يبقى هو ده البرمتر بتاعه يبقى الدرس بتاعنا النهاردة لازم نعرف التحويلات ما بدي units وبعضها ولازم نعرف اللي عندنا اللي هو البرمتر بتاع اللي سكوير 4 times side lens والبرمتر بتاع الريكتانجل 2 times plus width اقعدوا كده سمعوها لنفسوكوا كتير لحد ما تحفظوها قول كده البرمتر بتاع اللي سكوير 4 times side lens 4 times 4 times side lens اقعد قررها لحد ما تحفظها البرمتر بتاع الريكتانجل 2 times plus width 2 times plus width اقعد اعمل كده لحد ما تحفظتها لو عجبكم الفيديو يريد تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك والانك الصفحة موجود في الفيديو تعالوا مع بعضين نشوف الاكسرسايز اللي على اللي سن او الاكسرسايز معنا بيقولي complete as in the exam الاكسرسايز 7 km حولناها لميتر واحنا عارفين ان عشان اوصل من الكيلومتر للميتر لازم نزود 3 zeros عشان الفرق ما بينهم 3 درجات طيب هنا هنا 5 متر والسنتيمتر 1 متر كم سنتيمتر 100 او ممكن نقول الميتر عشان يروح للسنتيمتر لازم ينزل درجتين وكل درجة بزيرو يبقى حنزود 2 zeros يبقى 5 دي نزود جنبها 2 zeros تبقى ايه؟ تبقى 500 هنا 4 متر equal كم سنتيمتر طبعا هي هي زي دي بس هنا الميتر كتبت m والسنتيمتر كتبت cm الميتر عشان نروح منه للسنتيمتر بنزود 2 zeros وكلمة نزود 2 zeros اكننا عملنا بالضبط times 100 يبقى انا عندي 4 متر ستكون معنا 400 سنتيمتر يلا هنا الميتر والديسيمتر ماهي علاقة بينهم؟ نحن عارفين ان 1 متر equal 10 ديسيمتر لماذا؟ عشان الفرق بينهم just one step او درجة واحدة وطالما الفرق بينهم درجة واحدة يبقى حنزود times 10 او هنزود zero يبقى 6 لما نزود جنبها zero zero تبقى 60 يلا هنا السنتيمتر والمليمتر نحن عارفين ان السنتيمتر اكبر من المليمتر الفرق بينهم just one step درجة واحدة معنى كده ان السنتيمتر جواه 10 مليمتر يبقى نعمل ايه؟ نزود zero جنب السري سنتيمتر عبرها عن 30 مليمتر يلا 8 كيلومتر equal كم متر الكيلومتر كم متر one thousand يبقى هنزود على eight three zeros يبقى انا عندي 8 تبقى eight thousand متر طيب عشان نروح من المتر للديسيمتر بنزود كم زيرو؟ zero واحد بس ليه zero واحد بس؟ لان المتر جواه ten ديسيمتر يبقى نزود zero على eight thousand تبقى eighty thousand nine nine meters equal ديسيمتر المتر تحت على طول الديسيمتر الفرق ما بينهم درجة والدرجة بنزود فيها zero طالما هننزل من الكبير للصغير تبقى nine تبقى nine تبقى nine ولما نزل من ديسيمتر للسنتيمتر هننزل درجة zero الدرجة هتخليني أزود zero يبقى nine hundred او نقول حاجة تانية عشان نوصل من المتر للديسيمتر نعمل تايمز تاني ومن ديسيمتر للسنتيمتر تايمز تايمز تاني المتر عشان يوصل للمليمتر هننزل درجة من المتر للديسيمتر هذه درجة بزيرو والديسيمتر سينزل درجة للسنتيمتر وهننزل درجة من السنتيمتر للمليمتر يبقى كم درجة أولاد ثلاث درجة كل درجة منهم بزيرو سنزود عليها سري زيرو عشان نوصل للمليمتر تبقى eight تبقى eight يبقى معنا كده عشان نوصل للمليمتر نعمل تايمز times a thousand أو one meter جواه thousand مليمتر طب هنا two decimetre والمليمتر نعمل ايه؟ اشوف الديسيمتر عشان يروح للمليمتر الفرق ما بينهم كم زيرو أو كم درجة الديسيمتر هينزل للسنتيمتر بالسنتيمتر والسنتيمتر ينزل للمليمتر بقى another step يبقى عندي درجتين كل درجة منهم بتزود زيرو جنب ايه؟ جنب التو يبقى احنا هنزود تبقى 200 أو ممكن نقول عشان نوصل من الديسيمتر للمليمتر نعمل times a times a times a times a يبقى كلمة نزود يا أولاد هنعمل times يلا نشوف هنا مديني بالميتر وعايزين نوصل للمليمتر يعني اليونت الصغيرة عايز اطلع لليونت الكبيرة يبقى هنطلع ونطلع السلم نرموف زيرو يعني ما بين الكيلومتر والميتر كم درجة؟ ثلاث درجات انا هطلع او هنزل هطلع لان انا هروح من الميتر للكيلومتر يبقى وانا هنطلع نشيل زيروز كام سيري زيروز سنرموف سيري زيروز تبقى ايه؟ تبقى 4 يبقى نكتب 4 هنا يبقى 4 كيلومترز هي هي 4000 مترز او نعمل ايه كمان؟ نعمل ديفايد عشان اوصل من الميتر للكيلومتر نعمل ديفايد ساوزند وانا بعمل ديفايد بين هنا 3 متر وسنتيمتر ناخد بالنا ده اليونت الكبيرة وده اليونت الصغيرة ده يلغبطني يعني بدل ما يجيب لي الميتر هنا والسنتيمتر هنا عكسها لي بس انا عارفين ان طالما هروح من يونت كبيرة ليونت صغيرة يبقى حنقات زيروز ما بين الميتر والسنتيمتر كم درجة؟ درجتين يعني حننزل درجتين يبقى حنخط 2 زيروز يبقى 3 نحط جنبها 2 زيروز تبقى ايه؟ 300 سنتيمتر يالله اللي بعد كده 700 مليمتر عشان اطلع للسنتيمتر هنعمل ايه؟ نشيل زيرو ليه نشيل زيرو عشان ما بين السنتيمتر والمليمتر درجة واحدة بس يبقى 70 و عشان اطلع من السنتيمتر للديسيمتر هنشيل زيروز تبقى 0 نحن نشوف هنا 60 ديسيمتر عشان ننزل للسنتيمتر هنقاد 0 تبقى 600 و عشان اطلع للمليمتر هنشيل زيروز طبعا الفرق بينهم درجة واحدة يبقى هنشيل زيرو واحدة يبقى 6 مليمتر 8000 سنتيمتر فيهم قد من المليمتر هنعرفون ان الفرق بين السنتيمتر والمليمتر سيطلع درجتين لفوق درجتين هنشيل زيروز ماهيه 80 مليمتر 2000 مليمتر هنرموف 30 كده سوف اصل للكلومتر و هنرموف ماهيه ديسيمتر يبقى هنشيل زيرو يبقى هنشيل زيرو 20 كده 4000 مليمتر الميتر عشان يطلع للكيلومتر بيطلع ثلاث درجات كل درجة نشيل فيها 0 يبقى حنشيل سيري زيروس يبقى عندي هنا فور كيلومتر وفيهم قد ايه بالديسيميتر ناخد من الميتر للديسيميتر الفرق ما بينهم درجة بوان زيرو يبقى نزود زيرو هنا يبقى فورتي ساوسل فور كيلومتر فيها كم متر نزود ثري زيرو وفيها كم سنتيميتر من الميتر عشان نروح للسنتيميتر محتاجين نزود ثو زيروس يبقى هنا فور هندر ساوسل يلا ففتي ساوسل ديسيميتر فيها كم كيلومتر ناخد بالنا ياولاد من الديسيميتر للكلومتر كم درجة هنطلع درجة عشان نوصل للميتر ومن الميتر للكيلومتر ثلاث درجات يبقى أن نطلع ٤ ستبس كل واحدة سنشيل فيها زيرو يبقى أن نشيل ٤ زيروز يدين هنا ٥ كيلومتر طيب الكلومتر عشان يروح للميتر نقاد ٣ زيروز يبقى عندي ٥ سابس يلا هنا ٣ هاوزند مليمتر فيها قد من السنتيمتر هذا المليمتر فقية على طور السنتيمتر يعني ايه؟ سنشيل زيرو واحد بس يبقى عندي ٣ سنتيمتر سنتيمتر عشان يروح للميتر يبقى أن نشيل ٢ زيروز يبقى عندي ٣ سري ميتر طبعا اكسرسايز جميل جدا اللي هيعرف حل الاكسرسايز كويس يبقى هو تقريبا فهم كل التحويلات يبقى عشان نلخص الجزئية دي وننازل من يونت الكبيرة لليونت الصغيرة سنزود زيروز من يونت الصغيرة لو اطلع من يونت الكبيرة يبقى أن نشيل زيروز يقول لي يعني من الصغير للكبير كيلومتر ميتر مليمتر ديسيمتر من أصغر واحد؟ المليمتر سنكتب هذا الأول بعد كده مين؟ الديسيمتر سنكتب هذا الثاني بعد كده نكتب الميتر وبعد كده الكيلومتر نحن نعرف أن المليمتر أقل لواحد يبقى لما نشاهده أكتبه الأول من الذي بعد كده؟ السنتيمتر من الذي بعد كده؟ الميتر من الذي بعد كده؟ الكيلومتر يبقى هنا المليمتر أقل لواحد ما في ذلك؟ مكاتب ما يغن Experience ما في هذه مكاناتو ما في هذه مكاناتو المتيتب لكبير بمزغة أو كيلومتر طبعا البنسل تقتص بالسنتيميتر لأن متر قد علم الباب هل القلم قد علم الباب؟ لا العلم صغير يبقى تقتص بالسنتيميتر الطريق بانتالون نقيسه بالمليمتر أو بالكيلومتر أو بالسنتيمتر هذا مليمتر صغير بإيصال الحشرات كيلومتر شيء كبير قوي يبقى نقيسه بالسنتيمتر كايرو تاور البرج بالميتر او بالمليمتر او بالديسيمتر المليمتر شيء كبير قوي ديسيمتر اكبر منه شوية لقد كف ادينا طيب الميتر او شيء كبير شوية ممكن نقيس بها الكايرو تاور الدستانس بين كايرو و اليكزاندريا القاهرة و اسكندريا هل نراهم؟ لا طبعا القاهرة في مكان اسكندريا مقيدة جدا يبقى نقيس الديستانس بايه؟ عايزين يونت كبيرة يبقى نختار الكيلومتر القوضة اللي انا قاعدين فيها الارتفاع بتاعها بنقيسه بايه؟ بالميتر النملة عبارة عن حشرة صغيرة يبقى نقاسها بالمليمتر الطلاب اللي في الفاصل نقاسهم بايه؟ بالكيلومتر ينفع؟ هل هم مقبار قوي قوي؟ ولا هم صغيرين قوي قوي زي الانسكتز؟ يبقى نقاسهم بايه؟ بالسنتيمتر اللي بعد كده تجوزة الانسره ان تدروح النفط اللينز التعال بيني 8 كم ولا 5 كم او 20 كم طبعا 20 كم اللينز الكول باس اللينز الكو الجم الكشكول بتاعي كم او 10 ديصم او 22 كم سنتيمتر نأخذ بالنا أن السنتيمتر والديسيمتر والديسيمتر في كام؟ في تاني يعني كده هندرد ايه سنتيمتر النوتبوك هندرد سنتيمتر ولا 22 سنتيمتر لا 22 سنتيمتر الهيط of my brother أخويا طوله قد ايه؟ بالميتر والسنتيمتر او بالمليمتر لا طبعا بالسنتيمتر نبص بقع الرقم وان هندرد سيكت سنتيمتر او تقريبا كده بالميتر او بالديسيمتر او بالسنتيمتر؟ بالميتر بالكامل بالكيلومتر او بالميتر او بالسنتيمتر؟ سنقول بالميتر نجد نبص هنا نأخذ بالنا من قوي يا أولاد لو قلنا بالميتر انا عندي هنا رقم كبير انا عندي هنا 20 متر هذا 20 متر اوالاد رقم كبير من الصغير اذا كان الـ school bus 5 متر يبقى الـ school bus 20 متر وما ننجد نبص هنا نجد عندي 200 سنتيمتر حسنا لو حولنا الميتر يديني كام؟ نشيل 200 سنتيمتر 200 سنتيمتر عبارة عن 2 متر 2 متر هي الممكن تبقى فعلا الـ school bus 2 متر يبقى الإجابة سنختار 200 سنتيمتر يبقى بالرغم من أن اليونت سنتيمتر لكن اخترتها لكي يوجد منها 200 متر وصلتني إلى 2 متر لا تبقى حاجة بالميتر وكبيرة قوي ونختارها لأن الرقم كبير قوي يعني نفرد مثلا جات لي 2000 متر دي اللي هي 2 كيلومتر نختارها؟ لا طبعا ما نختارهاش يبقى ناخد بالنا من الرقم الموجود نقوم بعمل 5 متر يقول لي كمبليت برامتر دي مهم أول الحاجات دي مهمة اللي هم القانونين اللي قلنا نجب نحفظهم بيقوال البرامتر بيقوال 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 مميز والبرامتر ومميز بيقوال بيقوال بلاص الويدز طايمز دو دول مهمين جدا اهم حاجتين في الليسون النهاردة نحفظهم طيب لو انا عايز اجيب السايد لنسي بتاع السكوير كنا بنعمل ايه؟ هتلاقيه في المسألة مدي لك البرامتر يبقى هيئكوال البرامتر ديفايد ايه؟ طيب هافزة برامتر اف اريكتانجل يبقى هيئكوال ايه؟ الريكتانجل عندي عامل كده عندي لنس وعندي لنس وعندي ويدز هو بيقول لي نص البرامتر بتاع الريكتانجل اللي هو ده كده ده كده نص وده كده يعتبر النص التاني يبقى النص ده الوحده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريكتانجل بلاص الويدز يبقى لما نجاب على السؤال ده هنقول كده الريكتانجل بلاص الويدز الريكتانجل بلاص الويدز البرامتر 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 بتاع الريكتانجل بلاص الويدز بدل ما نكتب لنس نكتب لال وبدل ما نكتب لاص الويدز نكتب لالاة البرامتر بلاص الويدز بلاص الويدز نأخذ بالنا هنا كتب لي دي سيميتر يديني ايه نقول كده يبقى 4x2 يديني 8 دي سيميتر نأخذ بالنا أولاد هو أنا بيقول لي إذ ايه سنتيميتر لو كان كتب لي هنا دي سيميتر كنا هنحط ايت لكن هو بيقول لي حط لي الإجابة بالسنتيميتر يبقى لازم نحول الدي سيميتر لسنتيميتر الدي سيميتر كبير يبقى عشان نحوله للسنتيميتر يجب أن نعمل ملتبليكيشن بكام بتن يبقى 8x10 يديني 80 أو نقول الدي سيميتر الفرق ما بينه وبين السنتيميتر الدرجة الدرجة بزيرو يبقى نزود يلا اللي بعديها مسألة مهمة قوي كلها تحولات اولا لازم نوحد الدي سيميتر يعني ما ينفعش يبقى واحد بالميتر والتاني بالسنتيميتر نخليهم كلهم بايه نخليهم بالسنتيميتر الوان ميتر ده كام سنتيميتر هندرد هندرد سنتيميتر يبقى أنا عندي ريكتانجل في عندي اللينس بتاعه هندرد سنتيميتر والويدز بتاعه يبقى البرمتر بتاعه كام؟ هندرد بالسلويدز عليه لما يشتلم إضافة كام؟ هندرد بالسلويدز هي البعمل duyه هندرد وصف親؟ يوجديني eles First 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 يبقى البرامتر 300 سنتيمتر نكتب هنا ما يقول لي ديسيمتر يبقى ما ينفعش أضع هذا على طول يجب أن نحوله السنتيمتر عشان يطلع للديسيمتر يجب أن أعمل نشيل 0 أو ندفايد باي 10 يعني نشيل 0 يبقى الإجابة بتاعتنا 30 ديسيمتر اللي بعدي ناخد بالنا طالب مش طالب البرامتر للسكوير للبرامتر بتاعه 36 يبقى إيه هو أنا عشان أجيب السيد لنس وقد تبقى أعمل times four ولا divided four ونا بنعمل divided four يبقى السيد لنس عندي حيسوي معي 36 divided اللي هي 9 سنتيمتر وهو عايزها بالسنتيمتر يبقى نكتب 9 على طول يالله اللي بعد كده الويدز أوف اريكتانجل who's parameter 30 واللينس 11 ناخد بالنا يا أولاد ان البرامتر بتاع الريكتانجل كله عبارة عن two times اللينس plus الويدز يبقى لو عملنا البرامتر divided two يبقى اللينس يبقى مسائل الريكتانجل على طول لما نحب نجيب اللينس أو الويدز لازم في الأول نقول كده اللينس plus الويدز 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 هو عايز من عايز الويدز ومديني اللينس بكام بـ 11 يبقى الـ 15 نحن منهم الـ 11 يبقى الويدز يبقى الويدز سيقوم معنا الـ 15 نشيل منهم يبقى 4 سنتيمتر وهو الويدز يبقى 4 سنتيمتر يالله بعد بوض كوريكت و كوريكت و كوريكت كوريكت ونصلح الغلاط هنا الديسيمتر فيه ينفع يا أولاد ده دين يبقى الصحة ايه اشيلها وعملها كرة أبارة 300 هي كيلومتر فيه ميتر يبقى طبعا الصحة فالحل الصحة إن ان السري كيلومتر بتايكوال سري ساوزن ميترز اللي بعديها البرامتر افل السكوير عبارة عن السايد لينس تايمز فور صح البرامتر بتاع الريكتانجل اللينس تايمز الويدز بلاس تو ناخد بالنا ده هو هنا عكسها طبعا دي غلط وما للصح ايه اللينس بلاس الويدز تايمز تو ناخد بالنا هنا عكس الملتبليكيشن ساين مكان الايه اللي بعد كده السايد لينس اوف اسكوير بي ايكوال اتس بريمتر ديفايد تو غلط طبعا اما للصح ايه الصح مكانت تو نت فور ديفايد فور مش تو اللي بعد كده هاف البرامتر افل ركتانجل ايكوال اللينس بلاس الويدز صح لان اللينس بلاس الويدز بما نكرره مرتين يديني البرامتر يبقى لما نعمله ديفايد التو اللي هو الهاف يديني فعلا اللينس بلاس الويدز السكوير اللي السايد بتاعه 5 البرامتر بتاعه 25 نشوف هنعمل للفايف طايمز الفور يديني كم يديني 20 سنتيمترز يبقى لجابة دي غلط وده الصح بتاعها اللي بعد كده افزى بريمتر افل ركتانجل 20 سنتيمتر عند ركتانجل البرامتر بتاعه 20 والويدز بتاعه 4 يبقى اللانس بسيكس احنا اولا البرامتر بتاع الريكتانجل عشان اجيب منه اللانس بلاس الويدز بنعمل ديفايد التو يعني بنعمل كده ال L بلص ال W عبارة عن 20 ديفايدد 2 اللي هي 10 سنتيميرز هو هنا بيقول لي الويتزب 4 يبقى لانسب 6 تمام لان انا لو شلت الفور من التاني ديني فعلا 6 يبقى الكلام ده مظبوط البرامتر of a rectangle of dimensions 8 و 6 is equal to the perimeter of a square of side lengths of centimeters المسائل دي اولاد بيجيلي rectangle ويجيلي square ويبتدي يسألني عن البرامترز هنا وهنا يبقى انها مسألتين في مسألة واحدة نجيب البرامتر بتاع الركتانجل الاول اللي هو ايه؟ 2 times length plus the width 2 times length plus the width 2 times length plus the width 6 اللي سيكون معنا 2 times 8 plus 6 is 14 يلا نعمل ملتبليكيشن 2 times 4 يبقى 8 2 times 1 يبقى 2 يبقى ده البرامتر بتاع الركتانجل يلا نشوف ال square ال square side length بتاعه 9 يبقى البرامتر بتاعه ال B سيكون معنا دايما بنختصر كلمة برامتر في ايه؟ في اللتر بي هيبقى 4 times 9 اللي هي 4 times side length يديني كام 36 سنتيمترز طب انا عندي البرامتر بتاع الركتانجل 28 والسكوير 36 يبقى هل الاتنين زي بعض؟ انه بيقول لي is equal يبقى الستاتمنت دي ايه؟ is wrong طب ايه الاجابة الصح؟ هنقول is less than ده ده اقل من ده يلا اللي بعديها البرامتر بتاع الركتانجل 4 دي سيمتر و 3 دي سيمترز is 14 سنتيمترز هو البرامتر هنا هي اقل ايه؟ 2 times اللي هو اللي هو 2 times اللي هو 2 times اللي هو 14 دي سيمترز فبقول لي بقى هنا يطلع 14 سنتيمترز طبعا غلط وما للصح ايه؟ 14 دي سيمترز يلا اللي بعديها الفرق ما بين البرامتر of two squares of side length 8 سنتيمترز و 7 سنتيمترز is 4 لازم نجيب البرامتر بتاع الاتنين ونعمل لهم منس نقول لي عايز البرامتر يبقى البرامتر البي ون يعني ايه كلمة البي ون البرامتر لأول سكوير هايبقى 4 times 8 يديني كام؟ يديني 32 سنتيمترز والبي 2 اللي هو البرامتر بتاع الاسكوير الثاني 4 times 7 يديني 28 سنتيمترز عايز الديفرنس يعني ايه كلمة الديفرنس؟ يعني نخد الاتنين دولا عملوهم منس لما نجي نعمل 32 منس 28 هايبقى البرامتر يبقى الكلام ده مظبوط اللي بعديها بيقولي complete the following tables السايد لنس التاع الاسكوير والبرامتر لو السايد لنس 5 يبقى البرامتر نعمل ايه؟ نعمل times 4 على طول يعني ده كده عشان نوديه هنا كده نعمل times 4 لما يكون السايد ب8 يبقى البرامتر بكام؟ 8 times 4 32 لما يكون البرامتر ب7 7 times 4 28 لما يكون السايد ب3 يبقى البرامتر بكام؟ 3 times 4 يبقى البرامتر 12 لكن هو هنا عايزها بالديسيميتر يبقى نحول 12 للديسيميتر كيف؟ نزود 0 يبقى 120 هنا يبقى البرامتر ب44 يبقى السايد بكام؟ عشان أرجع؟ أرجع بالدفجن عشان أجيب السايد لنس من البرامتر أقول البرامتر يبقى البرامتر يبقى 44 يبقى 11 أرجع بالدفجن أرجع بالدفجن أرجع بالدفجن أرجع بالدهوني أرجع بالدفجن متعرفة ويقول لي 2 ليس بجد لا أعرف أن هذا 15 وأرجع هذا 15 و البرامتر والدفجن يبقى 15 من 7 قومة 8 هذا الآن الانس مدهوني ومش مديني الويدز ولا مديني هنا بس يقول لي اولاد بيقول لي ان البرمتر كان البرمتر 80 اعمل ايه؟ البرمتر divided to بيديني الانس بلس الويدز 8 divided to نص الانس كام 40 يبقى 40 دي هي الانس بلس الويدز ولما يكون الانس عندي 24 نعمل كده 40 minus 24 يديني سكستين سكستين كام سنتيمتر وانا سنتيمتر يلا هنا الانس بلس الويدز 27 والانس 18 يبقى الويدز كام نقول 27 minus 18 نكون من بعد 18 لل27 هيطلع 9 يبقى 9 دي سيمتر يبقى عندي البرمتر بكام؟ هايبقى 27 times 2 7 times 2 14 4 and we have 1 as a carry 2 times 2 is 4 plus 1 يديني 5 نيجي هان مديني الانس بلس الويدز ومديني الويدز 42 يبقى الانس بكام؟ هنعمل 100 minus 42 0 minus 2 مش هينفع يبقى حنبور 1 من الزيرو ده برضو مش هينفع يبقى ناخد الوان من هنا ده يبقى 0 وده يبقى 9 وده يبقى 3 10 minus 2 يديني 8 9 minus 4 يديني 5 يبقى عندي الانس عندي 58 سنتيمتر طيب يبقى البرمتر بكام؟ 2 times 100 يبقى عندي 200 سنتيمتر الضيرو يقول لي كالكولات برامتر بارمتر برامتر بأي من اجهزة اول شيخ هنا الفيجر اللي قدامنا ده نحن شايفين 2 2 2 2 يبقى ده سكوير يبقى البرمتر بتاع الانس بارمتر سيكون 4 times side length السيد الواحد بكام؟ 2 يبقى 4 times 2 سيعطيني 8 طبق ايه يبقى لازمكتب اليونت اليونت هنا عندي سنتيمتر يبقى هنا البرومتر 8 سنتيمتر يعني ده بلس ده بلس ده بلس ده 8 سنتيمتر يلا هنا. ده واضح ان هو ريكتانجل, هنا 4 يبقى هنا 4. هنا 3 يبقى هنا 3. يبقى البرومتر بتاعه بكام ممكن نقول 4 بلس 3 بلس 4 بلس 3. بس طالما خدنا قانون نستعمل القنون على طول. اللي هو 2 X 4 plus 3. وهي 2 x 7 وهي 14 سنتيمتر نحاول البرامتر دائما بكوناه لكي نحفظه شوف اللي بعد كده عندي تريانجل ومديني 3 سايدز سوف نعمل دابلس 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 هنا 5 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر نبص هنا نلاقي 40 مليمتر أولا يا أولاد ما ينفعش نعمل الصن واليونتس مختلفة لازم نحولهم كلهم مثل بعض طب أنا عندي هنا السنتيمتر كثير يبقى نحول المليمتر لسنتيمتر 40 مليمتر عشان يطلع للسنتيمتر الفرق ما بينهم درجة الدرجة دي عشان يطلعها يبقى أنا عندي 40 مليمتر هي هي 4 سنتيمتر يبقى البرامتر عندي هنا هيئوال كام؟ هيبقى عندي 4 plus 5 5 ديت plus 6 ديت 6 و 14 و 5 بقى 15 سنتيمتر يلا نبص على الشكل ده الشكل ده لما أجي أحسب له البرامتر أحسبه أزاي؟ أقول كده البرامتر هيئوال هنا عندي 3 plus 2 plus 2 يبقى 3 plus 2 plus 2 وعندي هنا 3 plus 2 plus 2 يبقى برده plus 3 plus 2 plus 2 لو هيديني كام؟ 3 plus 2 5 plus 2 7 ودول زيهم يبقى 7 كمان يبقى 14 سنتيمتر يلا نبص على الشكل كل اليونتز زي بعضها سنتيمتر 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 يبقى نعمل سنتيمتر plus 2 plus 1 plus 4 يبقى أنا كل سنتيمتر 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 يلا نشوف هنا البرامتر هنا البرامتر سيقر نبص يا أولاد هنا دابل مليمتر يبقى نحوله 40 مليمتر سنتيمتر 4 سنتيمتر حسنا دي لما تكون كلها 4 دي أدها بالزبط يبقى دي كمان 4 سنتيمتر طب دي مش مكتوب قدامها حاجة نجيبها ازاي طب ما دي هي دي بالزبط يعني 2 وهنا 1 ودى كده لو تلعت فوق الحتة دي كده هوا ادى الحتة دي بالزبط ب 2 يبقى دي أكدنها 2 plus 2 plus 1 يديني 5 يبقى كل دي 5 يلا نبدأ من هنا أمشي كده ألاقي 2 هل أمشي كده ولا أنزل لا أنزل كمان 2 يبقى 2 plus 2 وكده 2 يبقى plus 2 كمان أمشي كده أمشي كده 2 plus 2 يبقى 4 plus 4 كمان 8 plus 1 9 وعندي كده 9 يبقى يقتين و2 يبقى 22 سنتيمتر يبقى ثم يقول لي كالكولات برامتر ستساوي أمشي كده 4 times the side lens كل المسائل عندما نبدأها يجب أن أكتب القانون مهمة جدا نأخذ عليها درجات وفي نفس الوقت نحفظ القانون يعني ستساوي 4 times the side lens بكام عندي 7 يبقى ستساوي 28 سنتيمتر اللي بعديها a rectangle whose length is 9 and width is 6 أريد برامتر بتاعه لأنه في الأول يقول لي كالكولات برامتر نقول كده the perimeter of the rectangle equal two times the length plus the width عندما نكتب القانون نأخذ عليها درجات وفي نفس الوقت نحفظه يبقى 1 equal two times the length عندما نكتب and width six يبقى 1 equal two times nine plus six يجبني 15 طبعا two times 15 كلنا نعرفينها 30 سنتيمتر اللي بعد كده a square of side lens 3 ديسيمتر ايه اللي اختلاف بين المسألة دي واللي قابليها المسألة اللي فاتت بالسنتيمتر طب ودي بالديسيمتر طب هنعمل ايه؟ اطلع النتيجة بالليونت اللي هو مدهاني وما ننساش نكتب القانون بتاع square برامتر بتاعه يبقى the perimeter of the square بالديسيمتر سيكون معنا four times side lens اللي ستسوي معنا هذه four times side lens بكام بثري يبقى four times ثري ديسيمتر two meters and one hundred fifty centimeters ناخد بالنا اول ما نبص في المسألة ان اليونت دي مختلفة عن اليونت دي يبقى لازم نحول واحدة فيهم للتانية يحول الميتر للسنتيمتر يقيم ما العكس هنا هنحول الميتر للسنتيمتر انا عندي هنا في الدرافت اكتب كده two meters equal كم سنتيمتر هو الميتر احين يروح للسنتيمتر بينزل كم درجة درجتين كل درجة ب zero يبقى هنحط جنب two zero يبقى عندي 200 سنتيمتر يبقى عندي 200 سنتيمتر 150 طيب لو قلت لك فين تقول 200 لان هو الكبير يبقى انا عندي سنتيمتر off the rectangle سنتيمتر two times two times length بلا silhouettes ولو حد كتب هنا L وهنا W وفيش مشكلة سنتيمتر two times اللي انسى عندي 200 و 150 اللي هي two times zero plus zero يبقى zero zero plus five يبقى five two plus one يبقى three سنتيمتر 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 three سنتيمتر 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 تحتي وطل ممكن نعمل كده المرة دي ال بلاس ال دابليو بناخد درجات على الكلام ده وفي نفس الوقت بنحفظه يبقى حد اكوال تو تايمز اللي انسى عندي بكام سيرتي والويتزى عندي بتويني يبقى حد اكوال تو تايمز سيرتي بلاس تويني زيرو بلاس زيرو يديني زيرو سيري بلاس تو يديني 5 اللي اكوال تو تايمز زيرو بزيرو وتو تايمز فايف بتن تن اي بقى هل دي سيميتر ولا سنتيميتر لأ محنحولنا للسنتيميتر يبقى 100 سنتيميتر يالله اللي بعد كده which is greater البرامتر of a rectangle of lens 7 with the 4 ولا البرامتر of the square of side lens 6 زي ما اتفقنا دول مسألتين في بعض لازم اجيب البرامتر بتاعة ده والبرامتر بتاعة ده يبقى الاول نجيب البرامتر بتاعة ده والبرامتر of the rectangle اجيب البرامتر تمام؟ يالله نشوف البرامتر بتاعة البرامتر of the square ماذا يسبب؟ تقوم بـ 4 times the side lens اللي هي 4 times 6 عشان هو الصيب بتاعه بـ 6 يبقى يديني 24 سنتيميتر نبص بعينينا البرامتر بتاعة ال square 24 و بتاع الريكتانجل 22 يبقى مين البرامتر of the square يبقى نكتب هنا يلا اللي بعد اياه البرامتر هو السايد لانسز فايف و سيكس و سيفن ولا البرامتر بتاع السايد لانسز البرامتر كان عبارة عن ايه كان السايد ده بلاس السايد ده بلاس السايد ده بلاس السايد ده يبقى زا برامتر اسضح ايتس سايد ده بلاس السايد ده حان السايد البرامتر的話 الشهر يبقى مين الكبير 20 ولا 18 طبعا السكور اكبر يبقى زين is greater هو": نصر كل الجنسي بالمجل بما تهو 5 يعني لو ده 7 يبقى ده كمان 7 يبقى ده كمان 7 يبقى البرامتر هيبقى سيفن بلاس السيفن بلاس السيفن اللي هي سري تايمز السيفن اللي هي تونتي وون سنتيمتر وبالنسبة للسكوير هنسى جابينها فوق هنا البرامتر بتاع السكوير هييكوال معنا فور تايمز الفايف اللي هي كام تونتي سنتيمتر يبقى عندي التريانجل اكبر يبقى زين زي بريمتر افزا تريانجل بروبلم 11 بيقول لي فايند زا سايد لانز ده كام تونتي سايد لانز السكوير هون بريمتر از وان هندرد سايد سانتيمتر المراد يبقى مديني ايه مديني البرامتر كله يعني الفور سايد كلهم وان هندرد سايد 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 وانز السايد الواحد يعني مديني الفور سايد وانز الواحد كنا بنعملها ازاي لازم نكتب من الاول نكتب كده زا سايد لينس ايقوال البرامتر الفور يعني هي ايقوال معنا وان هندرد سكستي ديفايد اي ديفايد فور بنعمل ازاي من اللفت ما ينفعش ناخد توجد سكستين ديفايد فور يديني فور وزيرو ديفايد فور يديني زيرو اليونت عندي ايه سانتيمتر سهل اوي يبقى نكتب القانون عشان بناخد عليه درجات وبنحفظه يلا اللي بعد كده كالكولات ان سانتيمتر يعني البرامتر بتاعده كله فور ديسيمتر يبقى السايد الواحد وده اكيد وده ايه سانتيمتر يبقى نكتب كده زا سايد لينس هي ايقوال معنا البرامتر فور ديفايد فور يديني ايه يديني وان بس وا 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 سانتيمتر هو 1 ديسيمتر سانتيمتر كام 10 لان 1 ديسيمتر في 10 سانتيمتر هنا ركتانجل سانتيمتر سانتيمتر أكبر من سانتيمتر في 5 سانتيمتر في 5 سانتيمتر في 7 يبقى 5 يديني كم يديني 7 صح او لا يبقى نكتب كده الا括ج القطور 2 عاما لا يجب أن نقوم بقوة 2 عاما حسب 7 مقام 5 يديني 12 و 2 x 12 يبقى 24 سنتيمتر يلا اللي بعديها Find the difference between the parameters of two squares If their side lenses are 5 decimeters and 15 سنتيمتر يبقى أنا عندي two squares السيب بتاع واحد منهم 15 سنتيمتر والتاني 5 decimeters ناخد بالنا ان اليونتس مش زي بعضها يبقى نخليهم زي بعض عشان نعرف نقارن طيب ال 5 decimeters يا اولاد فيهم كام سنتيمتر فيهم 50 سنتيمتر يبقى أنا عندي two squares واحد منهم السيب بتاعه 50 سنتيمتر والتاني الصغير السيب بتاعه 15 سنتيمتر يعني هنجيب البرمتر بتاع ده والبرمتر بتاع ده ونعمل لهم subtraction أو نعمل لهم minus عشان نطلع ال difference نخلي السكوير دان سمي S1 والسكوير دان سمي S2 يعني سكوير 1 سكوير 2 يبقى نقول زي بريمتر سمي S1 هي ايكول اي 4 times side lens لو هي ايكول 4 times 15 4 x 5 20 0 and we have 2 4 x 1 is 4 plus 2 يبقى 60 سنتيمتر بعد ذلك نجيب البرامتر بتاع السكوار الثاني يبقى البرامتر of the square S2 هي equal 4 x 50 عندي 0 ننزله وبعد ذلك 4 x 5 20 سنتيمتر يبقى أنا عندي S2 البرامتر بتاعه 200 سنتيمتر و S1 البرامتر بتاعه 60 سنتيمتر هل أنا كده خلصت المسألة لا ده هو عايز difference between parameters يبقى نكتب كده the difference between between 140 سنتيمتر problem 15 find the difference between parameters of a square of side length 12 and a rectangle with length 7 سنتيمتر and width 3 سنتيمتر يعني عندنا سكوير و عندنا ريكتانجل السكوير side length length 12 سنتيمتر والريكتانجل side 7 side 7 3 يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب البرامتر هنا و نجيب هنا و نعمل ايه هما الاثنين مينس يبقى the parameter of the square here هي بقى four times times side length side length length اللي هو four times 12 عشان side length length 12 four times 12 48 سنتيمتر يلا نجيب البرامتر of the rectangle the parameter of the rectangle equal two times اللي انسب لسيلويدز بناخد درجات على القانون ده كده وده كده بناخد عليها درجات يبقى هنعمل two times اللي انسب كان ب7 والواتزب كان ب3 يبقى two times 10 اللي هي 20 سنتيمتر يبقى انا عندي واحد 20 و واحد 48 يبقى اذا ديفرانس equal حطبع الكبير الاول 48 minus 20 8 minus 0 8 4 minus 2 يجبني 2 سنتيمتر يلا اللي بعديها a square and an equal lateral triangle have the same parameter اللي اتنين اللي هم نفس البرامتر if the side length of the square is 3 ده كده 3 find the side length of the triangle عايز السيد ده نعمل ايه؟ المعلومة اللي هم الدهاني يقول لي ان two parameters are equal يبقى الاول يبقى الاول نجيب البرامتر بتاع السكوير يبقى الاول نجيب البرامتر بتاع السكوير والاتنين زي بعض يبقى زين البرامتر the parameter of the equilateral triangle is 12 cm and the parameter of the equilateral triangle and the parameter of the equilateral triangle اي triangle او الاول ايكولاترال بس الاول ايكولاترال بس عشان السيد ده اد السيد ده اد السيد ده اد السيد ده طالما ما اقض بعض هنعملهم كلهم بلاص يبقى كدنها 3 times the side length يبقى لو عايز the side length الاول ايه؟ يبقى البرامتر divided 3 لكن لما كنا نجيب البرامتر كان البرامتر لكن الاول ايكولاترال تريانجل يبقى زين تريانجل 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 ستقوم بنا هذا البرمتر تقوم بثري وهي 12 تقوم بثري يختار تقوم بثري تريانجل تريان LIG تريانل يthing سوف نضع البرامتر بتاع الريكتانجل ونفعله سوف نضع البرامتر بتاع الريكتانجل سوف نضع البرامتر بتاع البرامتر بتاع الريكتانجل سوف نضع البرامتر بتاع الريكتانجل سوف نضع البرامتر بتاع الريكتانجل سوف نضع الريكتانجل سوف نضع الريكتانجل سوف نضع البرامتر سوف نضع البرامتر بتاع البرامتر بتاع البرامتر سوف نتعلم كلمات مهمة جدا في المسألة سوف نضع البرامتر بتاع البرامتر سوف نضع البرامتر بتاع البرامتر سوف نضع البرامتر سوف نضع البرامتر سوف نضع البرامتر كلمة الثاني أثنين سهل جدا كلمة الثالث سهل جدا أن نحدث المسألة بالقانون البرامتر الريكتانجل هيقل 2 times اللنس بلس الويد الهو 2 times 12 بلس ال6 يعني 2 times ال18 2 times 8 equals 16 6 and we have 1 2 times 1 is 2 plus 1 is 3 سنتيمتر يلا اللي بعدها if the lens of a rectangle is 10 decimetres find its parameter if its width is half its lens المعلومة اللي مدهني هنا اللي نسيب 10 يبني عندي هنا 10 decimetres هنحن المسألة كلها بالديسيمتر طيب فين المعلومة بتاعت الويدز أجيبه منين بيقول لي هنا الويدز is half its lens يعني اي كلمة هاف هاف يعني divided two هاف يعني divided two يعني نص اللنس يبقى الويدز هيئكوال ايه هيئكوال اللنس divided two يبقى عرفنا ان كلمة twice two times وكلمة هاف يعني divided two يبقى أنا عندي إذا ويدز ايكوال اللنس دفايدت ايه دفايدت two اللي هو 10 دفايدت two يديني five decimetres يبقى هنا five decimetres وعندي وعندي البرامتر twice يعني two times five decimetres يبقى داني كده المعلومة دي ان اللنس ten centimetres وده كده five centimetres calculate the side length of the square اريدين نحسب side length التاع السكوير الاول نجيب البرامتر بتاع السكوير اجيبه ازاي اجيب الاول بتاع الريكتانجل ونعمل four times يديني ده ونرجع نجيب side length يلا مع بعضين اول حاجة نجيبها البرامتر off the rectangle يبقى ازاي بريمتر off the rectangle two times اللنس بلاس الويدز اللي هي two times ten بلاس five يعني two times الففتين اللي هي thirty centimetres وبعد كده نجيب البرامتر off the square and the perimeter of the square is four times the perimeter of the rectangle is the perimeter of the square هيبقى 4 times the mean is 30 اللي هي كام 120 سنتيمتر خلاص يبقى انا جبت البرمتر بتاع السكوير نجيب السايد لينس ازاي بالقانون البرمتر ديفايدت 4 يبقى the side length of the square سيكون ازاي بالقانون ديفايدت 4 يعني سيكون 120 ديفايدت 4 اللي هي كام 12 ديفايدت 4 يدين 3 و 0 ديفايدت 4 يدين 0 يبقى هنا ايه سنتيمتر problem 21 يقول لي if the sum of parameters of two squares is 7-6 where the side length of one of them is 8 then find the side length of the other square يالله نفهمها مع بعضين عندي البرمتر بتاع ده والبرمتر بتاع ده هم الاثنين على بعض 7-6 meters شغلين بالمتر في ايه في المسألة دي وبيقول لي side length لواحد منهم 8 يبقى انا ممكن اجيب البرمتر بتاع واحد وبعد اما اجيبه اناقصه من ده من البرمتر بتاع الاتنين الديني التاني وبعد اما اجيب البرمتر بتاع التاني اعمل divided 4 اطلعه يبقى حنقول ايه the perimeter of the first square is 4 times side length اللي هي 4 times 8 which is 32 cm يبقى نعتبر ده كده اكينه 8 cm طبعا ده 8 cm وده 8 وده 8 يبقى البرمتر بتاع التاني اقوال ايه هي اقوال 76 minus 32 يبقى البرمتر of the second square is 76 minus 32 6 minus 2 84 7 minus 3 84 cm جبت البرمتر بتاع واحدين is side length يبقى البرمتر is 11 of the second square is 11 is 11 is 11 is 11 is 11 يسعى سيحضر 4 وهو 44 يحضر 4 یعني 11 سنتيمتر سيحضر 3 ساتي مقام 5 ساعتها 11 سنتيمتر يقول لي سمعت بل هائج المظامر بداية أمدار 100 دي سيمتر يؤلم على الامر وأنا ما نرى سيحضر 4 ساتي مقام 5 سيحضر 1 ساتي مقام 5 بداية أمدار والديسيميتر زي اللي فوق بالظبط هنعتبر دي كده 8 ديسيميتر يالا نجيب البرامتر بتاع ده the perimeter of the first square هيبقى 4 times side length اللي هي 4 times 8 يعني 32 دي سيميتر يبقى نجيب البرامتر بتاع the second 100 minus the perimeter of the second square هي equal 100 minus 32 0 minus 2 ما ينفعش هنبروا من هنا ما ينفعش يبقى نجيب البرامتر وعندي هنا 9 وعندي هنا 10 10 minus 2 يديني 8 9 minus 3 يديني 6 طبعا دي سيميتر نجيب البرامتر يبقى the side length the side length the side length the side length be equal parameter يبقى 1 ويبقى 2 as a reminder نحطها جنب البرامتر نجيب البرامتر نجيب البرامتر نجيب البرامتر the side length in cm equal وكام نضعه طبعا زره جنب 17 170 سنتيمتر problem 23 يقول لي 2 2 2 have the same one of them is the shape of a square one of them square of side length 3 meters 3 meters and the other in the shape of a rectangle and the other in the shape of a rectangle the other in the shape of a rectangle of width the 2 2 meters find the length of the carpet which is in the shape of a rectangle I want this length المعلومة اللي مدهاني ان البرامتر بتاع ده ادده يبقى نجيب ده الاول ونسوي بيه ولما طلع البرامتر بتاع ده وعندي width اعرف اجيب اللانس يبقى الاول نجيب البرامتر of the square يبقى the parameter of the carpet in the shape of a square will be equal four times side length which is four times three which is twelve meters and the rectangle ادده يبقى the parameter of the rectangle of the rectangle معرفش اجيبه على طول لازم في الاول اجيب the length plus the width انا عارف ان the length plus the width equal the parameter of the rectangle يبقى انا عاندي length plus the width is equal the parameter divided two which is twelve divided two six meters يبقى اللانس بكام اشيل two من الكام من six يبقى four يالله اللي بعديها يقول لي سامح اشتري صور اشتري صور اشتري صور اشتري صور اشتري صور ثم اشتري صور اشتري صور وثم اشتري صور هاتف اشتري صور اللانس اشتري الصور هي الصور يبقى الصور ميتر ستقضى البرامتر البرامتر ميتر كم 4x18 4x8 32 4x1 4x3 7 يبقى 72 متر. يبقى كل دستانس دي 72 متر. المتر الواحد بيكلفني 10. يبقى التوتال كوستي اقوال كام? اك انها 10 بلاس 10 بلاس 10 بلاس 10 كام تايمز? 72 تايمز. هنكرر التن دي 72 تايمز. يبقى بنعمل ايه? بنعمل ملتيبليكاشن. يبقى توتال كوست. تقوم بلاس 10 كام تايمز. نفسه يبقى بلاس. هذا يبقى بنعمل ايه? من الوصف يتقيق معنا 72 تايمز ملتيب. يبقى بلاس 10 بإبقاء. السواء 25 بها. سأعطينا بجرد وايه نتعلي قاطع yep. أريد أن نقوم برواس لصورة الصورة على شكل ركتانجل اللانسي 60 سنتيمتر والوزي 40 سنتيمتر يقول لي يعني الميتر الواحد الميتر الواحد يكلفني 3 باونس من هذا الفريم يبقى في الأول يجب أن نعرف هذا الفريم كله يوجد ميتر ممكن تتحل بالنظر كده لأننا لدي 60 و 40 متر يبقى الحتة دي متر والحتة دي متر يبقى هي كلها 2 متر يبقى ستتكلف 2x3 equal 6 لكن يجب أن نكتبها كيف الأول يجب أن نقوم برواس لفريم اللانسي بتاع الفريم هو هو البرامتر بتاع هذا الريتانجل يبقى هيبقى 2x اللانسي plus اللانسي اللانسي باونسي 60 اللانسي باونسي 40 اللي هي 2x0 يديني 0 6x4 equal 10 2x100 يبقى 200 سنتيمتر هو هنا مديني بقى مديني القوست لكل متر يبقى أنا ما ينفعش أشتغل على اللانسي بتاع الفريم بالسنتيمتر لازم أجيبه بالمتر يبقى ايه؟ يبقى هاتقى كام هاتقى كام 2 متر x3 اللي هو القوست 1 متر يبقى 6 باونس يلا اللي بعديها يبقى يبقى هاتقى كام 15 يبقى يبقى هاتقى هاتقى يبقى هاتقى 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 3x15 3x5 15 3x1 3x1 يبقى أنا عندي دي كلها كده 45 متر والحتة دي 15 متر عايز بقى ايه؟ عايز هو البرامتر يبقى 2x اللي هي 2x اللي عندي 45 يعني 2x 4x1 4x 5x 1 6 2x 60 0 ينزل 2x 6 12 متر 8 وحسب نجد 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 لنجد التكلفة بتاع الفريم يبقى لازم اعرف الفريم دا كله فيه كم ميترز يبقى نجيب البرامتر لازم اتأكد ان الضيمنشين ادعى بقى أنا عندي 125 طب السريء اوبر فور متر عبارة عن كم سنتيمترز أنا عندي الوان ميتر فيه هندرد سنتيمترز يبقى السريء أفر فور من الهندرد إقوال كام إقوال سيفينتي فايف سنتيمترز دي الفكرة بتاعت المسألة لازم نعرف إن الوان أفر فور ميترز إقوال تونتي فايف سنتيمترز والوان أفر تو ميترز إقوال ففتي سنتيمترز ولازم نعرف ونحفظ إن السريء أفر فور ميترز إقوال سيفينتي فايف سنتيمترز يبقى أنا عندي السيد ده قد إيه سيفينتي فايف سنتيمترز والسيد الكبير وان هندرد تونتي فايف سنتيمترز يلا نجيب البرامتر يبقى ذا برامتر صورا الوايض ما هو ما هو ميزئي جليز اسم سيفينتي already مم ما وبلاز يديني 10 و 1 يديني 10 و 1 يديني 10 و يديني 1 1 و 1 يديني 2 و هنا لا يوجد شيء يديني 2 يديني 2 x 200 و 2 x 2 يديني 4 400 يديني سنتيمتر يديني will cost كل سنتيمتر أو 1 و ميقولس هنا 1 سنتيمتر سيكلفني كام يجب علي 1 ميتر ان يكلفني كام يجب أن تظهر برونة بالفريم بالميتر وليس بالسنتيمتر يجب أن تظهر برونة في ميتر يجب أن تظهر نأخف الفور هندرد وأقام ب occult وتقوم ب يعني التكلفة كلها ستاقل معي 4 x 6 اللي هي 24 Egyptian يالا اللي بعد يقولي نوس the following figure and imagine that you can cut the red board تخيل المنظر ده وإحنا ممكن نقطع وتخيل أنت ممكن تقطع دي calculate the perimeter of the remaining board أريد أن نحسب البرمتر بتاع الشكل اللي هيبقي consider that the side length of the small square is one meter وعندي دي كده one meter يعني دي كده one ودي كده one حتى دي كده one meter حتى دي كده one meter أريد أن نحسب البرمتر بتاع مين؟ بتاع remaining board يعني نيجي هنا كده ونطلع كده وكده 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 أريد أن نحسب الحتة اللي بقية اللي هي كل دي نحسبها ازاي نcount هنا كده one two three four five six seven eight nine and ten يبقى 10 متر وهنا ادي كده one two three four five and six وهنا six متر أوكي؟ طب هنا كم؟ ادي one two three هنا سري وهنا one two three وهنا one two three and four كده four وكده ايه وكده four one two three four وكده four يبقى يبقى هنا عندي وطبعا ده six ten plus six plus three ديت plus four ديت plus four دي كمان plus four دي كمان plus three ديت plus six ديت ديت تن ديت واندي واندي هنا ايه يبقى تيرتي وون تيرتي وون واندي كده nine يبقى ايه يبقى 40 ميتر يبقى ديت كده عبارة عن 40 ميتر يقول كده 70 كل ده كده 70 و 50 متر تكون لها 70 و 50 وهو سكوير يبنى 30 و 30 تتعامل ملعب جوا حتة الارض كل الشدد بارت ده عملنا حواليه وير عملنا سلك حوالين كل ده كده يعني كده كل دي وحوالين كل دي واضح ان اللنس بتاع الواير هيكون البرامتر بتاع الريكتانجل وحنحط على البرامتر بتاع الارض يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب البرامتر والبرامتر والبرامتر ونحطوهم على بعض يبقى البرامتر اللنس بلاس الويدز اللي هي 2x70 بلاس الـ 50 اللي هي 2x0 بلاس 0 يديني 0 7 بلاس 5 يديني 12 اللي هنجيب الاتي 2x0 يديني 0 2x2 يديني 4 2x1 يديني 2 يبقى الحتة اللي بره دي كلها 240 متر يلا نجيب البرامتر 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 4x0 يديني 0 4x3 يديني 12 12 متر يبقى اللنس بتاع الوير عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ بلاس ده يبقى ذا لنس افزا وير هي ايقوى 240 بلاس 120 اللي هو 0 بلاس 0 يديني 0 4 بلاس 2 يديني 6 2 بلاس 1 يديني 3 متر نيجي نشوف بسألت think and answer يقول لي if the parameter of a rectangle is 24 يعني الريكتانجل اللي قدامنا ده البرامتر بتاعه 24 and its width is half of its length calculate its length الاول نجيب اللنس بلاس الويدز هنا عارفين ان اللنس بلاس الويدز هي ايقوى البرامتر كلمة الويدز ودي قلناها من شوية لما يقول لي هام يبقى التاني 2 times ولما يقول لي 1 over 3 أو 1 third يبقى التاني 3 times ولما يقول لي 1 over 4 يبقى التاني 4 times يبقى احنا بندور على ايه دلوقتي 2 numbers ان نقوم لهم بلاس يدين 12 واحد فيهم قد التاني مرتين مين هما؟ لما نجي نفكر هنلاقي ان 12 هتجيلي من ايه؟ من ال 8 بلاس ال ايه؟ بلاس الفور ويبقى ال 8 عبارة عن 2 times الفور قد الفور مرتين ما شرزيها؟ لو حبنا ان نفكر فيها نقول لو حدنا ال 1 يبقى ال الينس بكام قد لو هما انتوني من أن يتعدوني من ان Lithium يتعدوني 3 لو حدت الهanie with us in Lithium اللين سيعادونه مرتين يبقى 4 يبقى هما انتوني من انهم مع بعض يديني 6 لو حدت ال الونيس بري يبقى اعة 6 وعاد يدعوني 9 لما نأخذ ال الوинеزبps عن الطف تلك الばい نحطهم على بعض يديني ايه يبقى هو ده اللي بدور عليه يبقى لما نحب نحل مسألة زي دي نفرد بقى ناخد الويدز كده من قوله نقعد نفرد ونشوف ان الويدز لحد ما نشوف بين فيهم هيحقق معنا الايه الصم يبقى المسألة دي الويدز بكام يبقى زاويدز is four centimeters and the length is eight centimeters وبكده يا أولاد يبقى خلصنا الدرس بتاع النهاردة درس مهم جدا يا أولاد اهم حاجة فيه القانونين القانون بتاع البرامتر بتاع السكوير والريكتانجلز لازم تحفظون صعب ولازم تعرفوا التحويلات مهم جدا 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 تعرفوا التحويلات ازاي نحول من الكيلومتر ومن الميتر للديسيميتر ومن الديسيميتر للسنتيميتر ومن السنتيميتر للمليميتر لازم نعرف الدرجات مبين كل unit لربوا كنوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة